شيء يوحي بأن الانتخابات ستجرى في ديسمبر المقبل في ليبيا انقسام سياسي واختلاف دولي يساعد على فرضية عدم إجراء هذه الانتخابات صحيفة لبارسيون الفرنسية عنوانت أن باريس تتمسك بصرابها في إشارة إلى مساء الحكومة الفرنسية لرعاية الانتخابات الليبية في العاشر من ديسمبر وهو ما تراه الصحيفة غير واقعي وصعب التنفيذ المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة هو الآخر بات يدرك أن إعلان باريس لحل الأزمة في ليبيا يحتضر كما لمح إلى بدء فقدان الأمل بنجاح إعلان باريس بإصال العملية السياسية في البلاد إلى بر الأمان بينما تشهد طرابولز حركا شعبيا يقوده عدد من الشباب المطالبة بإجراء انتخابات عامة وإزدار دستور للبلاد تصطدم مطالبهم بعوائق عدة داخلية وخارجية منها رفض بعض الأطراف إجراء هذه الانتخابات في هذا الوقت للمماطلة أكثر في تسييد المشهد السياسي وبين إجراء الانتخابات من عدمه يظل المشهد في ليبيا متأزيما من نواحي عدة أهمها الأمنية لا سياما لهجوم المتكرر على مركز الاختراع والتي كان آخرها في انتخابات البلدية في مدينة درج فيما تنقسم الأطراف السياسية على نفسها لتزيد من الأزمة يكون المتضرر الوحيد هو المواطن الذي يحاول أن يرى بصيص أمل لإنهاء هذا الانقسام اشتركوا في القناة